السؤال السادس ما هي الاشكال التي توجد عليها الصخور البركانية السطحية احنا عارفين ان في نوعين من انواع الصخور البركانية السطحية الصخور البركانية السطحية بتاخد شكلين الشكل الاول وهو الطفوح البركانية الطفوح البركانية هي مواد منصهرة من باطن الارض ولكن عند صعودها على سطح الارض خلال فوهات البراكين او الشقوق يعني بمعنى اصح مناطق الضعف في القشرة الارضية عند خروج هذه المادة المنصهرة تبرد وتتجمد عند ملامستها للهواء او الماء خل بالك البرودة هنا كان البرودة ايه فجائية عشان تعرضت فجأة للهواء او الماء وبالتالي تكون نسيج زجاجي اي في صورة غير متبلرة او بيسموها صورة غير متبلورة يعني غير مميزة الى بلورات يجي ليسؤال علل الطفوح البركانية غالبا نسيجها زجاجي الاجابة حقوله لانها برودت بصورة فجائية سبب النسيج الزجاجي اللي هي البرودة الفجائية مع حرارة عالية جدا ولها اشكال مشهورة الطفوح البركانية وهي الحبال والمخدات الشكل التاني من اشكال الصخور البركانية السطحية هي المواد المفتتة المواد المفتتة منها نعين قد تكون بريشيا بركانية وقد تكون رماد بركاني البرشيا البركانية مواد مفتتة كبيرة الحجم شايف؟ زواياها حادة توجد حول البركان نتيجة تكسير اعناق البراكين عند ثورة البركان شايفها؟ الزاوية الخاصة بها حادة ازاي؟ وغير كده حجمها كبيرة اما الرماد البركاني هي مواد مفتتة ولكن ضقيقة الحجم وتوجد ايضا حول البراكين او تحملها الرياح لمناطق اخرى بعيدة السؤال السابع عبارة عن مجموعة من التعاريف الهامة التعريف الاول هو تعريف علم الجيولوجيا بوجه عام هو العلم الذي يتناول كل ما له علاقة بالارض سواء مكونتها وثروتها وحركتها وتاريخها التعريف الثاني هو تعريف علم الجيولوجيا الطبيعية هو العلم الذي يدرس تأثير العوامل الخارجية والداخلية على سطح القشرة الارضية دي عوامل كلها عوامل ايه؟ طبيعية عشان كده سموه علم الجيولوجيا الطبيعية المصطلح التالت هو علم تضاريس الارض يسمى الجيومورفولوجيا مورفولوجيا هو علم دراسة الشكل الظاهري الجيو العلم المختص بدراسة الارض يبقى علم شكل الارض او علم تضاريس الارض يسمى الجيومورفولوجيا تعريف الرابع هو علم الطبقات يسمى استراتيجرافيا وهذا العلم يدرس ظروف تكوين الطبقات تعريف الخامس الجيولوجيا التركيبية هو الفرع الذي يدرس تراكيب واشكال الصخور وحركات قشرة الارض سؤال الثامن ماذا تعرف عن احزمة فان ألن الاشعاعية الاحزمة ده هي احزمة اوجدها الخالق عز وجل حول القرى الارضية عبارة عن غطاء او حماية للقرى الارضية يدور فيها الجسيمات المشحونة القادمة من الفضاء الخارجي دون ان تخترق الجو او تصل الى الارض ياه حاجة جميلة جدا اي جسيم مشحون قادم من الفضاء الخارجي لا يصل الى الهواء الجوي ولا يصل الى سطح الارض مباشرة ولكن هناك احزمة تسمى احزمة فان ألن الاشعاعية تستقطب الجسيمات المشحونة القادمة من الفضاء الخارجي دون وصولها الى الارض او الغلاف الهوائي بسبب زيادة المجال المغناطيسي للارض وامتداده لارتفاعات كبيرة خلال الجو السؤال التاسع الازون سلاح ذو حدين اشرح هذه العبارة ممكن السؤال دوت يجيلي بصيغة تانية ايه هي؟ يقول لي اذكر ما تعرفه عن الازون من حيث فائدته واضراره واسباب ثقبه انا عايز اكلم عن الازون من خلال اربع نقاط اساسية اولا الازون طبقة من غاز اوسري توجد في طبقة الاستراتوسفير التي يتراوح ارتفاعها من 10 الى 40 كيلو متر تاني حاجة للازون فايدته ليه الخالق عز وجل اوجد هذه الطبقة؟ لان مادة الاوزون تمتص الاشعة الفوق بنفسجية الضارة حطه تحتها مية خط دي لان مادة الاوزون تمتص الاشعة الفوق بنفسجية الضارة ليه ضارة؟ قلت لك لانها تسبب سرطان الجلد وارتفاع درجة الحرارة لها تأثير اشعة الشمس اللي جاية مادة الاوزون تمتص اشعة الشمس فوق البنفسجية علاوة على ارتفاع درجة الحرارة تؤدي الى زوبان السلوك ولو السلوك زابط حيؤدي الى زيادة منسوب المياه في الشواطئ وبالتالي غرق الشواطئ ثالث حاجة اضرار الاوزون اذا وجد الاوزون على سطح الارض مباشرة يسبب مخاطر على العينين والجهاز التنفسي وعملية البناء الضوئي علاوة على تلف المطاط السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي ما هي اسباب السقب الموجود في طبقة الاوزون بالتحديد فوق القطب الجنوبي بتلك الاسباب بتاعة السقب الموجود في طبقة الاوزون هي تكرار صعود وهبوط الطائرات النفاثة عشان بيتصرب منها مركبات الكولوروفلوروكاربون ودي لها تأثير دار على طبقة الاوزون تكرار اطلاق الصواريخ التي تحمل الاقمار الصناعية وسفن الفضاء استخدام الغازات عالية التطاير كالاي رسولات في المبيدات والمعطرات السؤال العاشر وضح بالرسم كامل البيانات قطاع في القرى الارضية السؤال ده بيجي كتير جدا احنا عشان نبتدي بقطاع في القرى الارضية هنبتدي من الداخل الى الخارج مركز الارض عبارة عن لب الارض الداخلي وهو صلب يحيط به لب الارض الخارجي وهو سائل ملاحظة سواء لب الارض الداخلي او لب الارض الخارجي يتكون كل منهما من الحديد والنيكل يلي لب الارض الوشاح للخارج كما ان لب الارض ينقسم الى لب داخلي ولب خارجي ينقسم ايضا الوشاح الى جزئين وشاح علوي او وشاح خارجي ووشاح سفلي او وشاح داخلي الوشاح يتركب اساسا من سليكات الحديد والماغنسيوم اما لب الارض يتكون من الحديد والنيكل ما تنساهاش دي الوشاح الداخلي صلب اما الوشاح العلوي او الوشاح الخارجي ده سمكه 250 كم والوشاح ده اهميته الاقتصادية جات منين اولا يوجد في صورة سائلة يوجد به صخر كيمبرا لايت وثبت علميا ان صخر كيمبرا لايت يحتوي على معدن الماس السمين اللي بيستخدم في صناعة الحلي بعد الوشاح يحيط به الكشرة الارضية للخارج وهي تختلف في سمكها ولذلك تقسم الى نوعين قد تكون الكشرة الارضية كشرة محيطية وهذه سمكها يتراوح ما بين من خمسة الى عشرة كيلو متر وتوجد تحت المحيطات وقد تكون الكشرة الارضية ساميكة تسمى في هذه الحالة الكشرة القارية ويصل سمكها حتى خمسين كيلو متر وهذه المكونة للقارات المعروفة حاليا هذه الرسمة كلها على بعضها كده عبارة عن قطاع في الكرة الارضية لازم تعرف كويس جدا ان نصف قطر الكرة الارضية 6370 كيلو متر سن 11 الغلاف الهوائي هام جدا بالنسبة للكرة الارضية اشرح هذه العبارة موضحا سمكه وزنه مكوناته الاساسية اولا سمك الغلاف الهوائي هو 1000 كيلو متر وهذا يكفي لاحتراق الشهب قبل وصولها الى الارض وزن الغلاف الهوائي 5 مليون طن معلومة مهمة جدا يعني الهوائي الجوي بيسبب وزن وضغط على اجسام الكائنات الحية لذلك كلما ارتفعنا الى اعلى كلما قلت ضغط عشان بيقل وزن الهوائي الجوي والعلاقة دي فعلا واضحة كلما ارتفعنا الى اعلى خمسة ونص كيلو متر كلما قلت ضغط الجوي الى النصف المعلومة دي بتيجي في الامتحان كتير جدا لو سمحت حنربطها بمعلومة عدت علينا قبل كده في الباب الاولاني في البيئة لوضيناميات البيئة خلي بالك هفترض ان انا واقف عند سطح البحر على ارتفاع خمسة ونص كيلو متر من سطح البحر هيبقى الضغط كام وعلى عمق خمسين كيلو متر من سطح الماء هيبقى الضغط الجوي كامل انا واقف عند سطح الماء او عند سطح البحر بالتحديد لازم احدد الضغط عند سطح البحر وجد علميا ان ضغط الهواء الجوي يساوي واحد ضغط جوي وذلك عند سطح البحر اما اذا ارتفعنا عن سطح البحر خمسة ونص كيلو متر فان الضغط يقل الى النصف وبالتالي هيبقى الضغط الجوي نص ضغط جوي اما اذا تعمقنا خمسين كيلو متر فان الضغط الجوي يصبح ستة ضغط جوي لانه كلما اتعمقنا عشرة امطار كلما زادت ضغط الجوي واحد ضغط جوي وكلما ارتفعنا عن سطح الماء خمسة ونص كيلو متر كلما اقلت ضغط الجوي الى النصف المكونات الاساسية للغلاف الهواء خلي بالك بقى معايا هنتقل من سطح الارض لارتفاع خمسين كيلو متر حاجد ان غاز الاكسوجين وغاز النيتروجين هم اللي سيدين في الارتفاع ده هو لدرجة ان نسبة الاكسوجين واحد وعشرين في المية ونسبة النيتروجين تمانية وسبعين في المية واحد في المية غازات اخرى من ارتفاع خمسين كيلو متر الى ارتفاع الف كيلو متر يسود غازي الهيدروجين والهيليوم على ارتفاع اكثر من الف كيلو متر يسود الغاز الكوني وهو نوع من الهيدروجين من الهيدروجين